السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتتبعي ومتتبعات قناة فن وأنتيك ورحبوا بكم في موضوع جديد وبالأحر في قصة جديدة قصة يعني مشوقة جدا التي أريد أن أتقاسمها معكم أصدقاء صديقاتي مهتمين بعلم الفن والأنتيك فالقصة كما يلي عثر سياد على تمثال برونزي يجسد أبولو أحد ثمثيل الإغريق القدامى أثناء عملية صيد الأسماك قبال تسواحي البلدة الدير البلح وسط قطع غزة ويصور التمثال المصنوع من البرونز الذي يزن 500 كيلوغرام شابا عاريا يقف على قاعدة صغيرة وقد طلي رأسه بمادة سفراء يعتقد أنها من ماء الدهب ويشير أثريون إلى أن التمثال يعود إلى العهد اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد وأنه صنع قبل أكثر من ألفي عام جودة غراب هو اسم الصياد الذي عثر على التمثال حينما كان يبحر بقارب تقليدي صغير على بعد 100 أمتار من الشاطئ من شاطئ دير البلح ويفقا للوايتي فقد لمح شيئا غريبا في الماء في السادس عشر من أب أغسطس الماضي سنة 2014 وعندما غطس ليفتحصه على عمق 3 إلى أربعة أمتار شعر بخوف كبير بعد أن اعتقد أنها جتة لرجل ميذ لكن بعد أن اقترب وجدت مثالا هائلا ورائعا ولونه يميل إلى الأخضر وهذا يدل على أنه من البرونز وهو صدى اللون الأخضر هو لون صدى البرونز ويقول غراب إنه حاول أن يزحزحه لكنه كان ثقيلا فربطه بحبل بقاربه الصغير كي يؤكد موقعه وعاد ليجلب بعض الشبان من أقرباء وصدقائه ليساعده لحمله من الماء فتمكنوا من ذلك وأخذوه إلى المنزل على عربة يجر حصان وقد اعترف غراب بأنه قام بقطع أصبع من التمشال ليبيعه ظانا أنه من الذهب لكن تبين له من بعد أنه من البرونز صديقات هذه القصة واقعية وقد حدثت سنة 2014 وأربعة عشر بفلسطين وهذا التمثال يعني هو يعود إلى الحضارة الإنسانية يعني الحضارة اليونانية ولكن مصيره يعني ظل بائثا إلى حد الآن هل استفاد منه يعني الصياد الذي وجده أم يعني هل يوجد بأحد المتاحف العالمية فالقصة لا زالت يعني مجهولة يعني أن التمثال يعني بعد الأخبار تقول بأنه يوجد حاليا بأحد المتاحف فرنسا لكنني لست متأكدا من هذا الخبر رغم وجود بعض الصور لهذا التمثال مؤخرا في بعض المتاحف يعني في متحف بفرنسا لكن القصة تبقى مشوقة ما هو مصير هذا التمثال وهل استفد منه الصياد يعني ماديا باعتبار أن هذا التمثال يعني لا قيمة له مادية فهو يعني سمن باهد جدا فهو ملايين الدولارات باعتبار أنه تحفى أصلي وأصدقائي صديقاتي أتمنى أن ينالي أعجابكم هذا الشريط وهذه القصة المثيرة وإلى قصة جديدة وموضوع جديد تقبلوا مني كامل التحية وإلى اللقاء قناة فن وأنتيك مع السلام تقبلوا مني تقبلوا مني وتقبلوا مني وإلى اللقاء